موسيقى عملينا اول ثلاث افابيع في رمضان ودخلينا على العياد هنفكر في الكحك والبسكوت والغريبة والمكسرات الحاجات الخلوة بتاعت العياد طب ازاي اكل من الحاجات دي وفي نفس الوقت بذني مايحصلش فيه اضطرابات ده مهم جدا جدا ان احنا نوزبط ده اولا احنا هنفطر الصباح هنفطر طبعا ولازم الفطار بتاعنا هيكون فيه البسكوت او الكحك او غريبة مفيش اي مشكلة من هذه الوجبات طالما بناخدها بشكل صحي وسليم ازاي؟ يعني انا هصحى الصباح هاخد مثلا الكحكاية بتاعتي والكحكاية بتاعتي هو مكسرات الكحكاية اللي بالمكسرات دي الصعرات بتاعتها بتتراوح عادة ما بين 200 وشوية و300 صعر حراري فلازم ناخد بالنا ان فيه ناس ماينفعش يعده 1400 صعر حراري في اليوم لو هم عايزين يثبطوا الميزان بتاعه لكن احنا هنستغل ان احنا ناخد كحكايتين يبقى احنا في حدود 700 صعر احنا معاكم على طول هتبقى كوبات المية بعديهم شوية كوبات الشاي الاخضر او النعناع او اليانسون الحاجات الفايتو استروجين وخصوصا بالنسبة للستات علشان وسط الست مهم جدا بالنسبة لها بغض النظر عن الميزان وده مهم جدا جدا المية وبعد شوية هناخد شي اخضر او نعناع يانسون كاموميل حاجات اللي هي الخضرة دي الحاجات اللي فيها هرمونات الانسوية الطبعية وده مهم جدا طيب انا ساعات الصبح ديت من اول الساعة من اول صلاة الفجر لحد الساعة سبعة تمانية تسعة الحرق بتاعي بيكون عالي جدا فانا لو استغليت وبعد الوجبة دي في شوية حركة بحيث ان احنا على الساعة تسعة يبتدي عندي خمسين في المية من اللي انا خدته اتحرق فابتدي اخش على كمان بعد كده اخد الوجبة اللي في النص بسكوتة مع كباية مية ويليها برضو المشروبات الحالقة للدهور ودي هتبقى مهمة جدا يبقى انا بدأت ازبط السعرات بتاعتي وازبط الحرق بتاعي وستمتعت بتقوس العين دي كانت نصايح عامة لرمضان واشوفكم مرة تانية على فيديو اشتركوا في القناة